ملف بتاع التسويق والبراند بتاع الزمالك انا عرف ان انت عندك افكار يعني على الترابيزة قريدي و قريدي بتطرحها افكار كويسة جدا تده تتكلمني في ايه في الملف ده طيب في البداية كده ميدو لازم نتكلم بمنتهى الصراحة شوية عن المشاكل اللي موجودة فيها النادي في خلال الفترة والسنين اللي فاتت دي كلها كل المشاكل اللي فيها نادي الزمالك واللي بنحاول دلوقتي الادارة اللي موجودة او سواء القائمة اللي موجودة ان هي تكون موجودة في النادي عشان خاطر تحاول تعالج الاخطاء والكوارس اللي موجودة في النادي دلوقتي ليه لانك عندك مشاكل على كل الاصعادة سواء اجتماعيا سواء رياضيا سواء انشائيا سواء استثماريا في كل الاماكن دي كلها طيب انت عشان تقدر تخرج النادي من المشاكل دي كلها في حاجة من في كل القطاعات دي مشتركة اه لا وهي ايه هي التسويق ليه لان انت من غير ما تستعيد مكانتك انت كنادي والقيمة بتاعتك انت اللي تستحقها واللي المفروض تكون عليها وما تعرف تاخد مكانتك الحقيقية ولا تبقى في المكان اللي انت المفروض تكون فيه طيب فمن هنا ارجع واقول تاني حتة التسويق ليه مهمة جدا بالنسبة لنادي الزمالك عشان هي السبب الاكبر في مشاكله لان انت بقى لك فترة طويلة جدا محطوط في مكانة غير مكانتك بتتصدر لك مشاكل عمرها ما كنت تظهر بالشكل ده سواء علاقاتك الداخلية او الخارجية او في العقود بتاعتك مفيش راعي هيجي لك وانت مش مستقر وانت مش عارف ان المجلس ده قاعد ولا مش قاعد وهو مش عارف العقد اللي هيمديه معك ده هيكمله ولا لأ ولا حد هيكون موجود معك طب ده بيقلل بيعلل ريسك من عليه فبيبتدي لو يا اما هيهرب منك خالف يا اما هيضطر يجي يقولك ايه طب لأ انا هقلل بالرزك على نفسي او هدفع رقم اقل شوية عشان خطر ابقى موجود وانت بتحاول تبرر وتقول لا ده احنا هنبقى مستقرين احنا هنعمل ده احنا هنسوي ده 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 ويجي فجأة يلاقي نفسه ماضي عقد او عامل حاجة ومش موجود فكل ده بيأثر عليك كل ده بيخليك عايز تعمل حاجات كتير جدا زي ما قلتلك على جميع الاصعادة دي ما اتعرفش تعملها ما اتعرفش تنفيذها ايه خطوات اللي لازم تتعابل على الارض ايه استقرار رقم واحد اميدو استقرار انت لازم تكون نادي مستقر عشان تكون تقدر تحط بلان بتاعتك دي كلها والستراتيجي بتاعتك اللي انت بتتكلم عليها خلينا اتكلم شوية الاول عن القائمة قائمة كابتن حسين لبيب الناس اللي متجمعها في القائمة دي ايه الشكل اللي هم متجمعين عليه انه هم بقالهم فترة متجمعين مع بعض حاطين استراتيجي كاملة استراتيجي دي فيها محاور كتير جدا محاور دي يجي من تحتها كذا لجنة او لجان كتير قوي لإدارة النادي واستعان مش بالمرشحين فقط او الناس اللي هيكون موجودة بس لا في استعانة باشخاص تاني من برى المجلس ورموز للنادي لان هم عارفين كويس اوي مؤمنين كلنا ان النادي عمر ما هيقوم غير بينا كلنا فبالكفاءات وبالمجالات اللي احنا لازم نستعيد بها او نحتاجها يعني مع بعض عشان نقوم النادي فيها طيب في حدة التسويق دي يا ميدو شوية وانت هتبقى فاهم ده ان انا لازم اولا استعيد الحاجات المنهوبة من النادي قبل ما فقط واقول انا عايز اعمل ايه وبلان بتاعي ايه ومستقبلي ايه وا 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 طب انا عندي حاجات بسيطة جدا 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 اللي هي ايه بيه بتستخدم في كل النوادي في العالم اللي هي التيشت بتاعة نادي الزمالك مثلا انا بديك اجزامبل بسيط قوي ان انت اولا لازم تكون مستقر اولا معاك مجموعة فهماك عارفين كل واحد هيشتغل في ملف ايه وهيعمل ايه وهيسوي ايه وكل واحد هيبتدي يبقى اون تراك وبعد كده تخش في حتة بقى التسويقية بتاعتك انت ازاي تجيب موارد للنادي هكلمك في حاجات بسيطة جدا 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 وحكا نخش على المشاريات الضخمة وعلى انا عارف انت وهاني شكري انا عارف انت وهاني شكري عمين تيم صغار كده في الحتة بتاعت ال طبعا استاذ انت شكري يعني من الناس المعروفة جدا والمعروف سيدي بتاعه معروف مكانته معروف شركته اللي بيرقصها معروف خبراته فان انا موجود برضو الحمد لله ليه خبرات في الحتة دي شوية اقدر اساعد فيها ويكون عندي فكرة ليه بس قبل ما بتكلم برضو يا ميدو دايما نيجي يقولك احنا عايزين حد يقولنا افكار اوت او دا باكس تمام طيب هو انت ورادي عامل الحاجة بتاعتك انت او الحاجات الاساسية البديهية اللي اي نادي في الدنيا بيكون بيجيب منها داخل ليه هو عشان بعد كده تفكر اوت او دا باكس يا ميدو انت عارف ده وشفته في حتك كتير جدا بحكم خبرتك يعني في نادي الحد دلوقتي في الوقت ده ما بعرفش يدخل جين ايه من التيشت بتاعته هل يعقل ان النادي الزمالك لحد دلوقتي ما عندوش ادارة تسويق محترفة قاعدة بتشتغل وبتخطط للنادي ازاي تحفظ على حقوقه وازاي تدور له على موارد وتبتكر موارد تسويقية او دعاء او مواد تسويقية للنادي عشان تقدر تدخله داخل احنا لغاية دلوقتي بنشتغل كده اللي هو رايتس بتاعتي كلها لقوة الدفع بالزبط كده والمحفوظ طب هل يعني يا ميدو انه في العقد بتاعك لما تيجي تراجع مسلا العقد الرعاية بتاع نادي الزمالك ده بتلاقي ان فيه كمية حقوق متاخدة ومنهوبة من النادي ولا اللي ماضي معاك بيستخدمها ولا انت كنادي ليه حق انك تسويقها او تشتغل عليها طب ازاي ازاي لحد دلوقتي زي ما بقولك اول حاجة تيشت بتاع نادي الزمالك وان فيها بلان كبيرة جدا ان انت تشتغل عليها وان انت تعمل كامبين كبيرة جدا للزمالك وانت عارف مدى حب الزمالك وجمهور الزمالك وبيقف ازاي ورا فرقته وبيقعيز يدعمها في اي مكان واي الشكل اللي فيه ال vip experience بتاعت الاستادات والمتوشها والمباريات واي ان كانت ايهاية لو انا عايز ابيع التيشت دي واعمل كامبين انا بيع مئة الف تيشت مئتين الف تيشت مليون تيشت حوالينا العالم وبيعها بكاتيجريز اول كاتيجري واحدة خلي بالك انا عايز اقولك على حاجة انا اسف انا ده قطع كلامك يعني تعرف ان الزمالك ما عندوش عقد رعاية ولا لا بمعنى زمالك عندو عقد وكالة اه يعني 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 اه 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 شركة المتحدة اه هي اه ماضية مع نادي الزمالك وماضية مع الاهل كده برضو اه على فكرة ومع كل الاندكد الافكار اختلفت شوي كان زمان بيديك عقد رعاية وبيقولك كزا لا دلوقتي بقى وكالة بقى ان انا اي حاجة بجيبها لك باخد منها ايه من منها لكن في نفس الوقت انا بديك مينميم جارانتي مينميم جارانتي ده مثلا كزا اه اكس اه ولكن انت اجيب من برا شكرا تبتكلم في حتة مهمة انت اجيب من برا وانت وانا خلاص مديش دعو بيك مديش دعو بيك فانت عشان كان مهم جدا ان مهم جدا ان الاندية وان بالذات الزمالك يبقى ليه فيه اه 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 يعني كوميرشال ان ماركتنج ديبارتمنت او 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 يبقى فيه فريد تسويق قوي ما هيدي ما هيدي بالذبط يا امين يسوق ليه هادي اللي انا بقولها بقى ان انت لازم يكون عندك انت الادارة بتاعتك انت اللي انا بقولك فيه حقوق عندي انا مش مستخدمة او انا اسف في الكلمة منهوبة اشتركوا في القناة